جثمان بن يهم عماد عضايلة والتفاصيل معه ها هو كمال الملكاوي يشيع جثمانه إلى مثواه الأخير وسط صدمة أهله وأصدقائه الذين لم يتوقعوا أن تكون نهاية خدمته في الأمن العام كمترجم بطلقة نارية صديقة الملكاوي قتل هو وأربعة من زملائه الاثنين أمريكيين يعملان كمدربين وأردني وآخر من جنوب إفريقيا في مركز لتدريب الشرطة بسلاح زميله من نقيب أنور أبو زيد الذي أصاب خمسة آخرين وما هي إلا لحظات حتى قتل النقيب أنور على يد الشرطة الأردنية لا أستطيع أن أقول لك أني أشكك بالروايات هذه ولكن مطمئن إلى أن القضاء النزيه إن شاء الله سيضع الأمور في نصابها ونحن بانتظار لجهة التعقيق ونرفض استلام جثمانه حتى نتأكد من صحة الرواية محللون رأوا أن هذه الحادثة في معطياتها تبتعد عن أي تخطيط أو تنظيم ورغم تأكيد المسؤولين أن هذه الحادثة لا تعد اختراقا للمنظومة الأمنية الأردنية إلا أن التحقيقات جارية للوقوف على تفاصيل الحادثة التي وصفت بالغامضة والأسباب التي دفعت بهذا الضابط إلى القيام بهذا الهجوم بعد أحد عشر عاما قضاها في الخدمة العسكرية اللي حصل لحد الآن التحقيق جاري لا نستطيع أن نتكهل ننتظر التحقيق والتحقيق يمكن أن ينتهي اليوم في مساء اليوم أو غدا إن شاء الله وسنتحدث بما يطلع من نتائج في هذا الأمر الملكاوية يثقوا بالتحقيقات الحكومية والبيانة التي صدر من رئاسة الوزراء ومن وزير الدولة لشؤون الإعلام نحن نثق بالتحقيقات وبكل ما جرى بهذا المجال هذا بالنسبة لنا نحن نؤمن فيه كما الكاوي بالكامل نثق في الدولة الأردنية وبالحكومة الأردنية وبالأجهزة الأمنية الأردنية لم ينتظر أنور كثيرا على تحقيق رغبته بإنهاء خدمته العسكرية هذا الاحتمال وغيره أسباب كثيرة وسيناريوهات ما زالت ممهمة حول الدافع وراء حادثة أنور التي تخطت تداعيات طلقاته النارية حدود البلاد عشرات الأسئلة بانتظار إجابات حول حادثة داخل مؤسسة أمنية أثارت الكثير من الشكوك وأيضا الحرج في توقيت أقل ما يوصف بأنه غير مناسب عماد العضايل العربية الزرقاء قتل ستة عشر عنصرا على الأقل من قوات الحكومة الليبية المعترفة